طيب خلينا نتكلم عن رؤيتك للاقتصاد المصري في الوقت الحالي وإحنا طبعا شايفين مشروعات قومية كبيرة كبرى بتفتتح وفرص عمل بيتم طبعا خلقها وتراجع نسبة البطالة وحاجات كتير مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري كسيدة مش إحنا اللي بنقول ده فوربس اللي بتقول إنك من الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط شايفة ده إزاي؟ أنا بصراحة شايفة إن الاقتصاد بقيله من ساعة القرار بتاع التعويم في نوع من أنواع الإصلاحات الجدية اللي الحكومة ماشية فيها في خطوات جددة بتتاخد وده إنعكس قرازي في المؤشرات بتاعة الاقتصاد الكلي في الفترة اللي فاتت يعني شفنا نسبة نمو الحمد لله وصلت لـ 5.2-5.3% ابتدنا نشوف تراجع قوي جدا في المعدلات التضخم ابتدنا نشوف تحسن كبير في الإنفلوس بتاعت السياحة ابتدنا نشوف مؤشرات كتير بتبين إن إحنا ماشيين في الطريق الصح طبعا فيه تحديات كبيرة مش بس داخلية فيه تحديات داخلية وتحديات خارجية محتاجين نبقى قاشص أكتر في الفترة اللي جاية أو حذرين أكتر في الفترة اللي جاية على إيه نوع أو الاتجاهات اللي إحنا هناخدها بس يعني بشكل عام يعني أعتقد إن إحنا ماشيين بخطة ممكن تكون ستادي يعني مش سريعة قوي ثابتة يعني لازم يقولوا سلولي بات شورلي اللي هو مش سريعة لكن أكيد إن شاء الله بالضبط